تقول فضيلة الشيخ أفقكم الله أرجو توضيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يجلد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود له حيث إن بعض التعزيرات قد تتجاوز هذا العدد فما وجه ذلك هذا محل البحث عند أهل العلم فمنهم من يقول التعزير لا يزيد عن خمسة أسوات عملا بظاهر هذا الحديث ومنهم من يقول يجوز الزيادة في التعزير حسب المصلحة حسب الرادع ولو زاد على خمسة أسوات وإنما قوله صلى الله عليه وسلم في حد يعني في معصية أما التأذيب في غير معصية التأذيب في بيان الأولى والأدب اللائق أو غير ذلك هذا يكون من حدود خمسة أسوات وأما إذا كان الأمر معصية فيزاد على على الخمسة حتى يرتدع شكرا للمشاهدة